نبيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة في يومها 70 وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية التي تكشف من خلالها إحصاءات وما حققه الجيش الروسي في آخر البيانات التي أصدرتها الدفاع الروسية أشارت إلى أن الجيش الروسي تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من استهداف وتدمير 40 منشأة عسكرية للقوات الأوكرانية الجيش الروسي قال بأنه دمر أيضا بواسطة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ست محطات كهربائية لمحطات السكك الحديدية التي تقول وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الأوكراني كان يستعملها لنقل الأسلحة التي تصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول الاتحاد الأوروبي إلى جبهات القتال بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا أشار إلى تدمير الجيش الروسي لأربع مستودعات للذخيرة للقوات الأوكرانية والتحييد حوالي 310 من عناصر القوات التابعة للجيش الأوكراني سواء من الجماعات النازية أو من الكتائب المتطرفة بحسب الوصف الروسي بيانات الدفاع أيضا أشارت بأن السلاح الجو الروسي ومضادات الدفاع الجوية الروسية استطاعت تدمير منظومة سواريخ من طراز توتشكا أو وثلاث رادارات لمنظومة الدفاع الجوي S-300 للقوات الأوكرانية كل هذه الأرقام تشير مرة أخرى إلى استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا واستمرار الجيش الروسي وتمسكه بالنهج المتمثل في استهداف أكبر عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية بواسطة أسلحة عالية الدقة بحسب ما تصفه على الأقل وزارة الدفاع الروسية نعم يوسف الأوروبيون يوسف اليوم يبحثون مشروع فرض حزمة عقوبات سادسة وجديدة على النفط الروسي موسكو كيف تتابع ذلك هل من تعليق رسمي على ما يجري في الواقع الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية ربما ستستهدف قطاع البنوك وسيتم فصل عدد من البنوك الروسية على نظام سويفت لكن الأخطر ربما بالنسبة لروسيا هو موارد الطاقة الروسية وربما أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي بالتخلي عن الغاز الروسي وإن كان هذا الأمر صعب جدا في نظر الكثير من الخبراء في الوقت الراين الذين يؤكدون بأنه لا بديل عن الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي على الأقل في الوقت الراين كيف تتعامل روسيا مع هذه العقوبات الاقتصادية؟ أولا تصفها بأنها أحدية وبأنها غير شرعية وبأن الهدف من كل هذه العقوبات هو إخضاع أو محاولة إخضاع روسيا ومحاولة عرقل التطور الاقتصاد الروسي بحسب الكثير من البيانات التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية يبدو بأن لروسيا خطتها الخاصة لتلافي هذه العقوبات عن طريق الاستثمار أكثر مع الدول الآسيوية خاصة الصين في ظل أيضا بيانات رسمية نشرتها شركة غاز بروم الروسية التي تؤكد بأنها زادت من نسبة ضخل غاز الروسي إلى الصين بنسبة 60% عن طريق أنبوب الغاز الذي يربط بين روسيا والصين المسمى بقوة سيبيريا نهيكا عن تصريحات أيضا من شركة غاز بروم الروسية تؤكد بأن عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي قام بفتح حسابات بنكية في بنك غاز بروم للعمل بالآلية الجديدة لشراء الغاز الروسي والتعامل بالروبل تقول هنا السلطات الرسمية في موسكو على الرغم من اللهجة الحادة التي يتبناها زعماء الاتحاد الأوروبي والذين يتحدثون عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية التي ربما قد تطال قطاع الطاقة والغاز في روسيا لكن الكثير أيضا من دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بشراء الغاز من روسيا حتى وفق الألية الجديدة التي حددها الكرملان شكرا لك من موسكو مراسل الغد يوسف بيكار